أهلا بحضراتكم رغم أن التدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بتأثر على اقتصاديات معظم الدول لكن مصر اشتغلت على تخفيف هذه التدعيات مش هنقول تجنب هذه التدعيات لكن تخفيفها بشكل كبير جدا على المواطنين وكان من نتيج ده أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر مدارح تقرير بيوضح انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى من 6 أشهر ده معنى إيه وإيه السبب اللي خلانا نصل لهذا الحد من خفض معدل التضخم لأول مرة بهذا الشكل وتأثير ده إيه كمان على المواطنين كل ده هنعرفه بالتفصيل من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة سبع الخير عليك يا دكتور سبع الخير أهلا سعلا يا أهلا بحضرتك كل سنة وانت طيبين أهلا بحضرتك كل سنة وانت طيبين عايزين نشرح لناس يعني إين خفاض معدل التضخم وإيه الأسباب اللي قدت لده هو بدايةا معدل التضخم المسمى اللي دارجة عند الناس إنه ارتفاع الأسعار يعني هو المؤشر اللي بيقيس حركة ارتفاع الأسعار حركة ارتفاع الأسعار الشهر الحالي بالشهر السابق أو الشهر الحالي بالشهر المثيل له من العام السابق أسبابه إيه أسبابه متعددة يعني بنتكلم لو انخفض الشهر الماضي بنكلم point 3 يعني تقريبا ده يمكن احنا كنا خلال شهر ميو كنا داخلين على شهر رمضان فكان فيه الحياة موجة من الخوف من ادفاع العصابي بشكل اكبر فالحياة كان فيه مزيد من التكالب من المواطنين على شراء السلع خاصة المأكلات بشكل عام او الخضرات والفاكهة بشكل خاص وده للحياة انخفض خلال الشهر الحالي او شهر يونيو الماضي وبالتالي ده اللي ادى ليه انخفاض معدل التدخل مؤكد معدل التدخل من المواشرات الاقتصادية المهمة اللي بيقاس عليها الوضع الاقتصادي لأي مدى فيه تحسن او فيه مش عايزه التدخل ولكن فيه ضغوط بتواجه الوضع الاقتصادي مؤكد انه ما يحدث في مصر بيحدث في كل دولة يعني استثناءا الشهر الماضي اللي شهد انخفاض فيه معدل التدخل لكن خلال الستة اشهر الماضية منذ بداية الازمة اليوسطية الاقرانية ومعدل التدخل في كل دول العالم تقريبا بيتجه لمزيد من الادفاع شهر تيل والاخر وده بيستتبعوا اتخاذ قرارات على مستوى البنوك المركزية في كل تقريبا دول العالم هو اضافة عصر الفائد الفضائر الامريكي في اطار مواجهة معدل للتدخل وهو الاعلى على مدار 40 عام اتجه خلال الاجتماعات السياسية الماضية اللي اضافة عصر الفائد اجتماع الاخير 75 نقطة الاجتماع قبل الاخير 50 نقطة الاجتماع قبل الاخير 25 نقطة توقع الاجتماع القادم هيكون برضو ضعفة في عدود 75 نقطة وبالتالي احنا نتحدث عن البنك المركزي الامريكي والفضائر الامريكي بيتجه لضعفة السياسية الفائدة لمحاولة استيعاب موجة التدخل من المتعف نفس الامر شوفناه في بريطانيا في فرنسا في ألمانيا موجة التدخل هي الاعلى على مدار يمكن اعاد بعض رقود في الدول الاقتصادية الكبرى وبالتالي لما نتحدث عن معدل التدخل اللي بيتفق في مصر وبيتفق في معظم الدول النامية بدا امر منطقي وطبيعي لما يكون معدل التدخل او موجة تدخمية كبيرة اللي بتجرب دول اوروبا والاقتصادية الامريكية ببالتأكيد هذا الامر مستمد على باقي الدول النامية اخذنا في الاعتبار انه يمكن الدول النامية ما عندهاش القدرات الموجودة في الدول الاقتصادية الكبرى وده الحقيقة بحكم حجم وعمليات الانتاج المستمرة مؤكد انه مصر يمكن زي ما حيث اشارته استاذ محمد في اطار المجهودات مش بس اللي بديت مع بداية الازمة الروسية الاوكترونية لكن الحقيقة على مدار السنوات الماضية بنتكلم على التمن السنوات الماضية الحقيقة كان فيه عدد من المشروعات القومية اللي عملت خلال هذه العوام اللي مكنت انه يكون عندنا ضافة في معدلات او نسب الاكتفاق الزيتي في عدد من قطاعات اللي احتياجات اساسية اللي موطنين على وجه التحديد وهو ده اللي هدأ من موجود التفاق التضخم يعني نشيل عدد من المشروعات القومية في مجال الانتاج الزراع بنتكلم على الصوب الزراعية المئة الف صوبة بنتكلم على المزارع الاستزراع السمكي بنتكلم على زيادة ادوغها الزراعية مش بس التوسع الافقي لكن كمان التوسع رفق الادرأسي زيادة الانتاجية الحياة دي كلها مشروعات بجانب الحياة المحصول الاهم والابرز هو محصول الامح وزيادة وتطوير الصوامع وزيادة القدرة التخزينية والاهتمام بالمخزون القمحي علشان ما يكونش فيه نسب عالية للفاقد ده كله الحياة ساهم انه موجة التفاق العصار ما تكونش عنيفة جدا وده الحياة يحسب ليه الحكومات المصرية المتراقبة خلال هذه العوام السبانية الماضية اتصاوي انه هذا الامر ما يتعلق بيه التفاق العصار مرشح انه الحياة نشوف استمرار لهذه الموجة من التفاق العصار خلال الاشهر القادمة طالما انه مش بس الازمة الاوكترونية روسية المستمرية لكن الازمة المشتعلة على مستوى الدولي اللي داخل الحياة فيها الولايات بتاعها امريكية بقوة الاتحاد الاوروبي فكرة مزيد من العقوبات والعقوبات المضادة ما زالت بتؤدي ليه ضغوط كبيرة جدا على المشهر الاقتصادي الاعلامي والحياة الصعوبة ما بقتش فيه محضرة ضخم الاقصى الصعوبة خلال الفترة القادمة هو شبح الوصول لمرحلة ريكوت وريكوت ده معناه انه التقاط الانتاجية هتتتقلص معناه انه مزيد من فرص العمل سوف يتم فقدها خلال الاشهر القادمة وده هيؤدي ليه مشاكل اقتصادية كبيرة لغاية على مستوى الاقتصاد الدولي احنا بنشوف تقريبا حركة تضافق لغاية اموال فيها مشكلة كبيرة بنشوف حركة التجارة الدولية فيها مشاكل كبيرة بنشوف معدل النمو اقتصاد على المستوى الاعلام بيواجه صعوبات كبيرة وبالتالي احنا الحياة فيه اطار ازمة اقتصادية عالمية حقيقية مصر بالتأكيد بتتقصد بيها زي ما تقريبا كل دول العالم بتتقصد بيها دكتور يعني زي ما حضارك كلمت حضارك كلمت عن خطوات عديدة ومختلفة ادت الى استعاب فكرة ارتفاع معدل التضخم والسيطرة عليه وانخفاضه فيما بعد ده كمان بجانب انه الدولة كان لها خطوات لرفع الاجور والمعاشات ومائلة كل ده صحيح قدر يوصلنا ان احنا نصل لانخفاض في معدل التضخم العام لكن ممكن حد يسأل طيب احنا بنقول ان فيه تضخم عالمي ازاي احنا دلوقتي بمعزل عن العالم قدرنا نخفض معدل التضخم العام عندنا طيب ايه علاقة انه احنا عندنا مشروعات وعندنا وفرة في السلع ورفع الاجور ايه علاقة ده بانه يقل المعادل التضخم عايزين نوصلها للمشاهد بشكل مبسط يفهم العلاقة لانه ممكن مبقاش يعني متفاهم قوي فكرة المصطلحات الاقتصادية طيب هو بداية احنا عندنا جزء من السلع اللي بيحتاجها المعاطم يتم استعدام الخارج وبالتالي اتفال عصائد مش ناتج بس لعوامل داخلية لكن كمان ناتج لعوامل خارجية يعني عندنا عدد من المحاصيل والسلع اللي بيحتاجها المعاطم مازال فيها نسب الاكتفاء الزيتي منخفضة نشوية يعني بنتكلم على محصول اللعبة احنا طيبا حجم انتاجنا في حدود 60% من حجم استهلاكنا بنتكلم على الزيوت حجم انتاجنا ضعيف للغاية يعني طيبا اكتر من 90% من استهلاكنا من الزيوت بيتم استعاده من الخارج فعندنا عدد من الاحتياجات الاساسية للمعاطم مازال بيتم استعادها من الخارج وده الحقيقة بيعمل ضغوط كبيرة مش بس على الوضع الاقصادي وعلى احتياجات المواطنة لكن كمان على مواد الناد الاجنبي فمؤكد انه مصر بتتحرك في اطار هذه الازمة انه نرفع نسب الاكتفاء الزيتي لكن ده بالتأكيد بيكون مرتبط بمعاية اقصادية مرتبط بساحة الأرض المياه التركيبة المحصولية اللي بناعتمد عليها دراسة البداية المختلفة وقيمة المضافة في كافة هذه البدائل لكن هو يمكن الازمة الحالية هي جعلت من بين اهم الدروس المستفادة انه كافة الحكومات تراجع سياساتها داخلية بمعنى انه رفع النسب الاكتفاء الزيتي اصبحت سياسة اهمل الغاية مش بس بالنسبة للمصر لكل دول العالم ويمكن شاءة الروف اقاطح في النقطة دي اعتقد ان السياسة دي والاستراتيجية دي موجودة من فترة ابتدينا نشوف ثمرها دلوقتي وانا احنا محتاجين نبني عليها برضو لكن كانت الخطة موجودة من الاول شوية انا الحياة مش بتكلم على اداء الحكومة او سياسات الحكومية بقادمة انا اتحدث عن المجتمع ككل بمعنى انه بجانب المشروعات القومية الحياة مصر انخلطت فيها خلال السنوات الماضية بفعل بهدف رفع النسب الاكتفاء الزيتي لكن عندنا عدد من القطاعات الاقتصادية الحياة ما كانش شاهد او بفكرة اهمية التفادع الزيتي خصت تحديدا قطاع الصناع ومجتمع العمال لانه يمكن عدد كبير من رجال العمال الحياة كان في قطاع الصناع على وجه التحديد كان مازال محتمل بالنسب كبير على احتياجاته ومدخلات الصناع على مواضح الكامل ومازالك من الخيج وده الحياة مش بس عمل ضغوط على مجتمع العمال على المستثمت او على المصنع لكن كمان عمل ضغوط على الوضع الاخصادي ككل بالتالي احنا محتاجين استراتيجية على مستوى الدولة مش بس يكون داخل فيها الحكومة لكن كمان يكون داخل فيها كافة مؤسسات المجتمع بما فيها مجتمع العمال محتاجين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقتال العمال للتعالي الصناعات وغفة تجارية وغير وغير انه يراجع سياسات المستقبلين اخذن في الاعتبار انه مش بس الازمة الروسية الاوكترونية هي اللي كانت السبب لكن كمان سبقها جايح القرون واللي حياء عملت مشكلة في سلاسة الامداد على مستوى الدولي عملت ضغوط في بعض الفتوات اللي حياء كانت حركة الملاحة على مستوى الدولي كانت متوقفة المواني كانت متوقفة او في حدها الادنى وبالتالي كم الازمات اللي دخلنا فيها خلال اللعوام المعدودة الماضية هو اللي جعل انه التوجه نحو رفع نسب الاكتفاءة الذاتي ما يبقاش فقط توجه حكومي او سياسة حكومية معاني بيها فقط ما تقوم بيه الحكومة لكن كمان يكون معاني بيها المجتمع ككل وبالتالي انا الاوان انه مجتمع العمال يراجع تصوراته سياساته افعاله قاراته لانه ده الحقيقة استمرار السياسات القديمة والسابقة اتصارنا خلقت مشاكل كبيرة للغاية احنا بنشوف خطوط انتاج توقفت بفعل اتفاع السعار خارجيا بنشوف انه اتفاع تكاليف الطاقة تكاليف الشحن تكاليف التموين على مستوى الدولي تكاليف التأمين على البضاعة اللي بيتم استراده من الخارج كل ده الحقيقة عمل ضغوط كبيرة على مش بس على عملية الاستراد لكن كمان على مسألة التسعيه لانه في النهاية ما يتم استراده بيتم تسويقه مرة اخرى داخل الاسواق المحلية فموجة اتفاع الاستراد خلق ضغوط في اطار الاسواق والتسويق وبالتالي خلق مجتمع العمال يعيد حساباته لكن للأسف دي جاءت متأخذة نسبيا كان مهم جدا انه مجتمع العمال يحدد او ينتخذت في اطار سياسة توفع النسب الاكتفاق الزاتي منذ سنوات بعيدة علشان نكون بعيدين عن المشاكل اللي احنا بنواجهها في الوقت الحالي وحضرتك بتتكلم عن الاكتفاق الزاتي عايزين بس نوضح للسادة المشاهدين انه مش مجرد ان السلع تكون متوفرة ده انت بتأثر على نفسك مسافات كبيرة جدا ان استيراد مواد خام تكون موجودة هنا فانت بتشغلها فبتفتح مصانع فبيكون فيه فرص عمل لناس قاعدة فبتخفض معدل بطالة ففي نفس الوقت برضو بتحافظ على العملة الاجنبية اللي موجودة عندك يعني لها مزايا عديدة مش مجرد فقط ان السلع تكون متوفرة بالتأكيد لكن كمان خلينا نشيء لانه فيه اطار المشاهدات القومية اللي هي الحكومة انخلطت فيها خلال السنوات الماضية في بعض العناصر كان فيها انخفاض في التكاليف يعني التطور شبكة الطول اللي احنا اللي هي بنستمتع به في السنوات الأخيرة ده كان جزء فيه انخفاض التكاليف لانه الاختناقات اللي كانت موجودة المسافات اللي احنا بنقطعها فيه وقت أقل ده بيأثر مش بس على المواطنين وراحتهم لكن كمان بيأثر على المصانع وعلى خطوط الانتاج لانه كل ما يتم انتاجه سواء كان مواد خام او عمالة بتنتقل او سلع نهية بتصل ليه المستحلك ده كله بيسجع من العنصر الزمني بيقلل من التكاليف وبالتالي احنا الحياة في اطار مشروعات قومية انفق عليها تريليونات خلال السنوات الماضية وقدت ليه تخفيف الضغوط على مجتمع العمال والحياة انعكست في النهاية على الاسعار لكن هو الحياة المشكلة الاكبر والاهم ان احنا الحياة قد يعتمدنا على الخير كان كبير للغاية واتصور انه من بين اهم الدروس المستفادة في الوقت الحالي هو ان احنا نداجع سياساتنا فيما تعلق بضرورة طرف النسر والاكتفاء الذاتي ايجاد البديل المحلي الاعتماد على قدراتنا الزيتية احنا الحياة كنا على بعد ايام معدودة من افتاح السيدة الريس لبوابة ناصر الالكترونية وده الحياة مفترض ان يكون خطوة هامة لغاية خطوة جب بعض الحياة مهم انها تساعد مجتمع العمال لكن كمان مهم انه المجتمع ككل يساعد نفسه بمعنى انه مهم جدا انه نعتمد على بعضانا البعض بمعنى انه في بعض المشروعات الحياة كانت على مدار سنوات طويلة بتعتمد على الاستيراد قد يكون ما يتم استيراده موجود في مصنع جنبه وهو مش عاد وبالتالي انا الاوان انه كل المصانع والشركات بتاعتنا تكون وضع اكبر قدر من البيانات والمعلومات امام المجتمع ككل واستخدام الحياة الاليات والادوات الحياة الدورة المصرية اطلقتها خلال الاشهر والسنوات المعدودة الماضية علشان قد البيانات والمعلومات اللي هيكون متاح هو اللي هيساعد مجتمع العمال انه يساند بعض وبعض حتى لو كان قدرات الازاتية لمصنع او شركة او مستثمر محدودة لكن في اطار مزيد من التكامل او التنصيق فيما بين هذه المشروعات المختلفة يمكن ان نتفع من نسب الاجتفاق وانا ممكن نطلب من المصنع الجنب زي بحطيك تقول انه يطور المنتج بتاعه شوية او انه يعمل المنتج كماد خام بتناسب المنتج النهائي اللي انا هعمله مؤكد في ظل الظروف الضغطة على الجميع اتصور انه فرص التسويق بتكون صعب وبالتالي اذا ما كان هناك فيه فرص متاحة في البيئة او المنطقة اللي بعمل فيها بالتأكيد دي هتكون مسألة مهمة لله لكن نقطة تتبداية كما عشان انه يكون كل ما يكون بيه اي مصنع يكون موجود على الساح يكون موجود قد بيانات ومعلومات علشان هو دي نقطة البداية نقطة البداية نقطة الوصل بالزبط اذا ما عقبع بعد كده مزيد من التواصل مزيد من النقاش والتفاوض ده بالتأكيد هي يحقق مزيد من الفرص التسويقية للكل هيقلق المقاعد الاعتماد على الخارج مجتمع الأمار هي بيشتكي حاليا من نقص النقد الأجنبي انه فيه بعض الصعوبات بتواجههم لو انت كنت اشتغلت على مدار سنوات مضايا مش بس فكرة الاستيراد لكن الاستيراد اهلا وسهلا لكن كمان لازم يبقى فيه تصديد يعني مش هينفع مجتمع يفضل طول عمره مهتمد على الاستيراد لانه معنا اللي اعتماد على الاستيراد ان انا بدفع دخلي للمواطن في الخارج فرصة العمل اللي المفترض اوفرها في الداخل بوفرها في الخارج النقد الأجنبي اللي بيجيلي بقى من السياحة من قناة السويس من غيره بطلعه تاني للخير ففكرة الاعتماد على الزات مسألة مهمة جدا مفيش مشكلة ان احنا نستورد قدر معين نكون مش قادرين احنا نوفره داخليا سبا كان ما يتعلق بالتكنولوجيا او بغيره لكن كمان مع الاستيراد مهم انه زيادة طبيعا فيش اي دولة في العالم مؤتمدة على نفسها الكلية صحيح صحيح اخزا في الاعتباد انها مصر منخلطة في عدد من الاتفاقات الدولية السواء كان داخل المنطقة الافريقية ومنطقة العربية اللي ممكن انها هتساعدنا كتير في فكرة زيادة ارقام الصادرات لكن هي الفكرة الاساسية انه نعتمد على الاسواق الخارجية يعني فكرة اننا كل انتاجي بيوجيه ليه السوق الداخلي وكل المواد الخام ومدخلات الصناعة بس توريطها بالدهد الاجنابي وببيع منتاجي بالجنيه يبقى انا في النهاية عمل ضغط على الوضع الاقصاد لكن اذا ما كان هناك فيه جزء من انتاج بيوجل للتصديد يبقى انا بوفد ناعدة اجنابي واحنا عندنا بالفعلة دكتور زيادة الفتر اللي فات في معدل الصدرات هل ده ليه علاقة بانخفاض معدلة الضخم ليه علاقة بامور عدة رقم واحد انه كل ما قيمة الجنيه بتنخفض امام الدولار كل ما دي بتبقى فرصة للمصدر وقيد او ضغط على المستوى وده اللي عمله هو مجتمع العميل لانه استمرار ضغوطنا على النهاد الاجنابي هو اللي بيخلق صعوبة وقت الازم وده اللي احنا الحقيقة شفناه خلال الفترات الاخيرة مسألة انه الصعوبات اللي بتوجيهها العديد من الدول بالتأكيد وخاصة الدول الافريقية والعربية هي اللي خلت كمان بفعل المشاكل اللي وجهتها سلسل الامداد على مستوى الدولي خلت الاسواق القريبة مننا او اللي احنا داخلين معها في إطار اتفاقات اقتصادية بتساعدنا كتير سواء كان بقى الكوميسة او غيره وبالتالي احنا الحقيقة محتاجين انه هذا التوجه التصديدي لدى كل مجتمع العمال المصري محتاجين انه يتزايد علشان هو ده اللي هيحس من الوضع الاقتصادي بشكل عام وهناكس إيجابيا على المصانع على مجتمع العمال على المواطنين وبالتالي الكل يستفيد يا هدايك دكتور شايف ببساطة كده عشان نبساطها لمشاهدين انه في عدة عوامل قدت لانخفاض معدل تضخم العام لكن من اهم المنافذ اللي تقدر تخلينا كمان نستمر في خفض معدل تضخم العام هي فكرة زيادة الصادرات لعدة عوامل زي ما حضرتك تحدثت زيادة الصادرات وزيادة الصادرات هيتطلب زيادة حجم الانتاج وزيادة حجم الانتاج هيتطلب زيادة أرقام الاستثمارات ده إحنا الحياة ما حتجي له بشدة إنه أرقام الاستثمارات تزايد بشدة أخزى في الأعتبار أنه كمان الحياة الدولة بتفتح زراحها بالحياة بمنتهى القوة للقطاع الخاص يعني يمكن الدولة في إطار وصيقة ملكية الدولة لأنها الحياة بتفتح قطاعات بالكامل للقطاع الخاصة علشان يتنافس فيه في عدد من المشروعات الحياة لدولة بتبتغي أنه مجتمع العمال المجتمع الخاصة يدخل ويشارك الدولة أو الدولة تتخارج لصالح القطاع الخاص علشان يكون المجتمع العمال المجتمع الخاصة الحياة عنده الحمية وعنده الرغبة القوية فيه المنافسة وعنده الرغبة القوية فيه التطوير لأنه بعده في النهاية العمل الحكومي الواحد ومش كافي والعمل الحكومي يحتاج لمساندة في إطار تطور نظم الإضارة تطور التكنولوجيا فالحياة مكتمل عمل القطاع الخاص بيبعنده حركة أسرع من الأداء الحكومي نعم وإحنا نتكلم على الاقتصاد لا يوجد حاجة يسميه اقتصاد حكومي واقتصاد خاص هو اقتصاد متكامل كله بيكمل بعضه لا نوضح كمان أنه اللي قامت به الحياة الدورة المصرية والحكوم المصرية خلال السموات الماضية هو مش السمار في حد ذاته هو ممكن نسميه السمار اللي بيقوم عليه السمار بمعنى أنه كل ما تم في إطار السمارات العامة خلال السموات الماضية كان هدفها الأساسي أنها تفتح شارعين جديدة للمجتمع علشان ترفع من فرص نجاح القطاع الخاص بمعنى أنه نحن نتكلم على المليارات اللي انفقت في شبكة الطرق في السكك الحديدية في النقل في القهربة في القطاع البتول والغاز في البنية الإنشاءة والأقادية كل ده هدفه الأساسي إنه نزيد بالزبط وبالتالي يبقى ومسألة صعبة للغاية أنه الدولة تنفق كل هذه الأموال علشان القطاع الخاص يضخ مزيد من السمارات وبعدين القطاع الخاص في النهاية يتخازك فالحياء هي الدعوة والإنسان اللي موجهها في الوقت الحالي لمجتمع العمال لأنه مهم جدا أنه يبتدي يضخ مزيد من السمارات أغزم في الاعتبار أنه تقريبا معظم متطلبات مجتمع العمال مش بس في الوقت الحالي لكن العشرات السنوات القادمة أصبحت متاح يعني منذ عدة سنوات كان حجم مشاكل القطاع الخاص كانت مختلفة كان ممكن يتكلم على نقص فيه مواد الطاقة كان ممكن يتكلم على اختناقات فيه الطلق كان ممكن يتكلم على بنيان شعوع وعقلية مش موجودة هذه المشاكل أصبحت غير موجود حسب الخطة دي دكتور يعني حدايك شايف أنه ممكن كمان في الفترة اللي جاية تتوقع انخفاض تاني في معدل تضخم العم لا احنا خلينا نأكد تاني على انه التضخم المصر يجوز منه ويمكن ده الحية على انه سيد اسمانك سرزاق منذ عدة عشر وتقيبا بنتكلم على 35% من أقام التضخم جاي من بعض وبالتالي احنا متأثرين بيه اللي بيحدث على المستوى الخارجي تضخم مستورد تضخم مستورد وبالتالي قد يعتمد على الداخل هو اللي هيعفينا أو هيحمينا من التضخم الخارجي لكن ده طبعا بياخد بعض الوقت لكن يمكن زي ما اشهرنا انخفاض معدل التضخم خلال شهر يونيو كان مرتبط انه موجة تتفعل اصاعد في شهر مايو اللي هي بتصبك شهر رمضان كانت مرتفعة وكان عنصر اساسي فيه المأكلات المحاصيل الزراعية الخضروات والفاكر وغير وبالتالي احنا الحياة شاهدنا هذا الانخفاض خلال شهر يونيو وبفعل انه شهر رمضان والتكلب على الشراء واحتياجات شهر رمضان الحياة انخفض لكن ما يتعلق بالتضخم على مستوى الاقتصاد ككل ده بيدخل فيه العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي العديد من السلع وبالتالي لا مترشح انه معدل التضخم يعاود الاتفاق معدل اخرى اخذنا في الاعتبار المسألة هامل الغاية اتفاق تكليفة التمويل يعني احنا بنتكلم طالما انه البنوك المركزية على مستوى العالم بتستمر في رفع اصار الفايدة ونفس الامر تنتاجه لجنة السياسة الدية في البنك المركزي يمكن احنا الاجتماع الاخير تم التثبيت في عصار الفايدة في ضوء انخفاض بعض التضخم خيال شهر الماضي ممكن يكون الاجتماع القادم في اغسطس للجنة السياسة الدية ايضا يتاجي ليه التثبيت لكن اذا ما استمرت البنوك المركزية على مستوى العالم في رفع اصار الفايدة مؤكد البنك المركزي يبقى مضطلع ان يرفع اصار الفايدة ورافع اصار الفايدة ده معناه بيسام بعنصر او بجزء في اتفاق الاصار بشكل عام لانه رفع اصار الفايدة صحيح بيبقى هدف الاساسي انه يمتص فائد السيولة لكن كمان هو بيرفع من تكلفة التمويل لانه تكليف التمويل هي عنصر اساسي في تكليف الانتاج بشكل عام وبالتالي اتفاع اصار الفايدة على مستوى الدولي مؤكد انه هيؤدي لاستمرار اتفاع معامل المخاطر لانه هيستدبعه اتفاع تكليف التأمين اتفاع تكليف الشحن مع استمرار اتفاع اصار الطاقة والبترول وبالتالي ده كله هيأصد على معدل التضخم وبالتالي ما نقدرش نجزب انه الانخفاض اللي حدث فيه معدل التضخم خلال الشهر الماضي يمكن ان نستماد معنا لانه جزء مهم منه مرتبط باسباب خارجية ولاست اسباب داخلية كل شكرا لك يا فندم شرفتنا ونورتنا شكرا طبعا شكرا جزيلا على كل هذه الاضحات دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة شكرا جزيلا